رسائل بالغة لاهمية في مضامينها وتوقيتها وجهها الرئيس السوري بشار الأسد في حواره على شاشاتي الفضائية والإخبارية السوريتين الاتفاق الروسي التركي بشأن الشمال السوري مؤقت وهو خطوة إيجابية لا تحقق كل شيء ولكنها تخفف الأضرار رئيس الأسد أكد بأن سوريا لديها مصالح عندما تحقق العلاقة مع تركيا أو أي لقاء في المستقبل بالعلاقة مع تركيا مصلحة سوريا فلن ندخر جهد بتحسين هذه العلاقة اللجنة الدستورية نالت حيزا واسعا من الحوار لم تقدم دمشق أي تنازل في تهليف اللجنة لكنها ستوافق على ما ينتج عن اجتماعاتها شريطة توافقه مع المصلحة الوطنية يقول الرئيس السوري مؤكدا أن الانتخابات التي ستحصل ستكون بشكل كامل تحت إشراف الدولة السورية كل ما يتخذ اليوم في سوريا لا يرتبط بهذه اللجنة وهو قائم على أساس سيادي وبالتالي هذه اللجنة لها دور بمكان آخر وهذا يعني أيضا بأنه قطع الطريق على كل محاولات الخارج تمرير أي توجه أو سياسة ضد سوريا عبر هذه اللجنة تحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد شكل أبرز عنوين الحوار في شقه الداخلي الوضع المعيشي لن يتحسن من دون أن تتحرك الدولة والمجتمع على كل المستويات ومحاسبة الفاسدين مستمرة أكد الرئيس الأسد أظن بأنه يعني يضع يده الآن على موضع الجرح وأظن بأنه هناك قرارات قد اتخذت وربما أقولها معلومة وهذا من فمه شخصيا سمعته بأن هناك فعلا من يقبع في السجون ويرزح تحت طائلة المحاسبة بتهم الفساد الرئيس الأسد أكد أن السوريين والروس والإيرانيين يخوضون معركة عسكرية ومعركة سياسية واحدة وما يحصل شمال سوريا على أهميته وكبر مساحته لا يلهين عن أهمية إدلب في المعركة الشاملة رسم الرئيس الأسد على مدى ساعة ونصف من الحوار خطوطا واضحة لسياسة بلاده في عنوين مرحلة سياسية لا تقل خطورة عن المعارك الميدانية التي حسمها الجيش السوري لصالحه بدعم من حلفائه وأصدقائه محمد الخضر دمشق الميادين